اقتناء خزانات المياه البلاستيكية والمعدنية بأحجام وأشكال مختلفة دون مراعاة المقاييس الصحية الموافق عليها رسميا من قبل وزارة الصحة تعد ظاهرة تهدد الصحة والسلامة الجسدية المواطن تتأكد من السلعة التي سيشرها لأن في الصخانة تكون المواد الأولية غير صحية مع الماء وشعة الشمس ستضرب المواطن لأن الماء يضع الماء صالح للشرب في هذه الخزانات كان هناك مطيار فيارج كان هناك مطيار وشكلاج هذو ما اليوم يلموهم برها والاخرين يشيرون المطيار هذه التاحهم يعود يخدمونها في اللوزين هذه التانية ليست بليحة تانية تضرب هذه التانية تضرب البزاف هذه كانت بزاف لي ما يعرفوهاش ما تجوش من باب لبروتوار يشيري يروح ديالك للبرك يشيري شاشيات وبدأ يرحي وخلاص ويخرج لكستيطيرنا قلت لك حاجة رخيصة حاجة رخيصة توجر توجر في أي عفسة ما تجيبش منفع المتاحة يا ربي يلقى الكهر يدير هذك يربيك شغل وحد الحشيش هكذا ايه هذو قاع أمراض الأمراض اللي يكي تشوفي فيهم سيتيرنا هذي يقولوا قاع في كرش بندم صافية أخوين زيت شوية ونشيري حاجة مليحة التسمم المزمن تشوهات الأجنة والسرطان من أخطر الأمراض التي قد تصيب المواطن ناتجة التلوث الكيمياء الناتج عن التخزين الخاطئ للماء كما تلعب المواد الكيميائية المحللة في الخزانات البلاستيكية والمختلطة مع الماء في الإصابة النساء الحوامل بتشوهات الجنين كما تؤثر على زيادة البلوغ المبكر لدى الأطفال أو البلوغ المتأخر وتقليل الخصوبة وزيادة الدهون في الجسم وارتفاع نسبة الالتهابات في الجسم مع الوقت وتحولها إلى سرطانات بسبب المواد الكيميائية المسرطينة الشحو في التزود بالماء الشروب خاصة في فصل الصيف وكل ما يترتب عنه على المواطن جعل من الخزانات المائية من ضروريات العيش رغم ما تخلفه من أضرار صحية